السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنعم النهار ده يا حبيبي لفائف البيتزا او البيتزا رول هعملها بطريقة سهلة جدا احنا دايما بنشوفها في الافران عرضينها مع المخبوزات وملفوفة كده بستريتش راب وشكلها يشاهي هعملها معكم بطريقة سهلة جدا وبمكونات بسيطة وسعرها بقى هيبقى ارخص من الجهزة والطعم يا جماعة فعلا كانت بيتزا واو كانت تحفة جدا يا جماعة وطعمها احلى من الجهز بسم الله شايفين يا جماعة الحشوات ظهرة زي والعجينة طرية وجميلة جدا وهشة وعجينة قطنية ومخدومة اهم حاجة يا جماعة العجينة مخدومة مش زي بتاعة الفران او اللي هي الجهزة بالخميرة والدقيق وشوية مية وخلاص بسم الله شايفين يا جماعة بسم الله ما شاء الله العجينة مديها حقها في الخمر اخدت وقت كافي في التخمير وكمان في العجن طب هشوف المكونات بمتاهة سهولة بسم الله دول تلات كبيات وربع الكباية قد مج الشاي اللي موجود في كل بيت تلات كبيات وربع من الدي الفاخر حطيت عليهم زرق من الملح وحطيت عليهم ما يعادل معلقتين اللي هو الباكو الصغير ده معلقتين لبن بودرة اللبن البودرة بيطعم البيتزة جدا بيفرق قوي وبيعلي الإيماء الغذائية خاصة لو عندكم أطفال بيأكلوا منها بسم الله هبدأ أشتغل في الخميرة أدي في طبق كده في بولة وهحط معلقة كبيرة من السكر بص حبيبي المية دافية لو حابين تعجنوها بكباية مية ماشي عايزين تعجنوها بكباية لبن دافي عادي يا إما نص مية ونص لبن نص كباية مية ونص لبن بص حبيبي دافية زي رضعة البيبي إوعي وتبقى سخنة هطبط المفعول الخميرة وانزلت بباكو الخميرة اللي هو ما يعادل معلقة كبيرة وقلبتهم وهغطيهم وهوريكم منظرهم بعد عشر دقاي بسم الله ما شاء الله الخميرة نوعها ممتاز يعني قامت على طول وفرط على طول زي ما انتم شايفين ضفت لها بقى ربع كباية من الزيت ياريت زيت زتون لو ما فيش زيت زتون يبقى زيت من نول بتاع الأكل دا عادي وانزلت بالخميرة على الدقيق طيب حبابي لو مش عايزين تعملوها بزيت ممكن النص زيت والنص زبدة اللي هي الزبدة نيوزيلاندي بتبقى تحفا يا جماعة قادي بقى الخميرة بسم الله وهلم كده العجينة بالمعلقة اللي في اداياتي بعد كده هاستغنى عن المعلقة وعجنها لمدة ربع ساعة هاعد أعجن والدتي فيها لمدة ربع ساعة يا جماعة حبيبي عجينة البتزا بتبقى فيها سنة الزيت لكن ما تقلقوش ممكن مسحة زيت على اديكم كده بسم الله طيب أنا حطيت معلقة صغيرة من الخل وهبدأ أكمل عجن طب لو حابين تحطوا بيضة يعني لو عايزين الإيمة الغذائية تبقى أكبر خاصة لو عندكم أطفال لكن لو مش حابين تحطوا البيضة وسنة الخل معلقة الخل عادي خالص بص حبيبي هي بتلزق فمسحة زيت كده على ادي وبكمل عجن بسم الله منتهى السهولة يا جماعة شايفين العجينة لينة ازاي عجينة ممتازة هاشة وطرية ورائعة يا جماعة بقى والطعم ولا أروع من كده يعني وانا بعجنها كانت رحيتها خطيرة كمان بعد ما اختمرت ودخلتها الفرن كانت رحيتها مالية المكان حلوة أو يا جماعة واقتصادية كمان بسم الله ممكن كمان على الرخامة ترشوا رشت دي كده وتعجنوها على الرخامة رخامة المنطق طيب همسحة زيت كده في قاع البولة دي وهحطها تخمر حاسبها تخمر قدي ايه بقى يعني لما بعد مثلا مصت ساعة تلت ساعة ساعة اللي ربع تبصوا عليها تلاقوها قبت واضعفت حجمها الضعف تبقى هي كده خمرت بستريت شراب أو بكي صنديفة زي دي وكمان فوقيها فوطة وحطها في مكان مظلم ودافي طيب لو مستعجلين ممكن تقيدوا الفرن عشر دقايق وبعد كده تطفو وتحطوا العجينة فيها لمدة مثلا عشر دقايق وتطلعوها هتلاقوها خمرت على طول طيب دول أربع فصوص من التوم مهروسين ناعم زي ما انتم شفتوا عملتهم بالهراسة ويه معلقتين كاتشا بارد أو أو حار براحتكم جدا سبيسي أو بارد براحتكم ويه معلقتين برضو كبار من الصلصة صلصة الطماطم ويه معلقتين من الزيت زيت الزيتون بسم الله دي الكوبة اللي أنا بعير بها ربع معلقة من السكر وربع معلقة من الملح وحطيت لو عندكم زعتر أو مثلا ممكن ريحان أنا حطيت سنة زعتر وسنة ريحان مجفف بسم الله دي الفلفل الألوان والزيتون والجبنة البرمجان مبشورة ناعم وجبنة متزرلة ومعايا باسترمة البيتزا خطيرة يا جماعة بالباسترمة حلوة قوي قوي بالباسترمة ممكن حبيبي كمان هي كده خمرت معايا اختمرت معايا طيب ممكن كمان تعملوها بحشوات بسيطة زي مثلا الجبنة الفتة ومثلا رشة فلفل الألوان مثلا واي نوع جبنة تاني او ممكن بالجبنة الفتة والفلفل الألوان ورشة زتون وخلاص طيب بالنسبة يا حبيبي ليه الصلصة اللي هي صلصة البيتزا لو حابين تحطوها وتعملوها عادي ممكن تعملوها من غير صلصة بسم الله بصوا يا جماعة بسم الله ما شاء الله العجينة ماشية معايا تتفرد بمنتهى السهولة طيب لو العجينة فردتوها ورجعت لم التاني غطوا عليها وسيبوها عشر دقايق هتكون اختمرت كمان وحتبقى سهلة معاكو في الفرد هحط الصلصة قلتلكو كمان يا حبيبي ممكن تعملوها البيتزا الرول من غير صلصة لكن الصلصة دي كانت رحتها جميلة جدا حطيتها كمان دقيقتين على النار رحتها كانت جميلة جدا فص الطوم بقى مع الصلصة مع الحاجات الحلوة اللي عليها دي كانت رحتها جميلة جدا بسم الله ده هنتهى بالمنظر ده كده بالفرشة وحاولوا قدر الامكان الجنبين اللي على اليمين وعا الشمال يعني يبقوا ايه؟ مفهومش صلصة بسم الله حط بقى رشة جبنة برميجان بشرها ناعم من كل حاجة حبيبي رشة كده خفيفة قلتلكو تاني يا حبيبي لو عايزين بس رشة جبنة برميجان مثلا وشوية زاتون وخلاص خلصت على كده الحشوة دي تبع امكانياتكم وتبع يعني زوقكم كل واحد وراحة طيب البسترمة انا هقطعها قطع كده صغيرة وهوزعها على العجينة بص يا جماعة البيتزا الرول دي بالبسترمة كانت تحفة كانت حلوة حلوة ملهاش حل يا جماعة كانت بيتزا ووج فعلا طيب انا حطيت رشة من الفلفل الالوان ورشة زاتون بص يا جامعة المنظر عبارة عن لحة فنية يعني الولاد وهي نية قالوا دي تتاكل كده وهي نية لما دخلت الفرن كانت تحفة بسم الله ما شاء الله جربوها يا حبيبي مش هتندموا ابدا حلوة قوي بسم الله برضو رشة جبنة متزرلة للي بيحب ان البيتزا يبقى فيها مطة كده لو عايزين يبقى فيها مطة كبيرة وحبيبي الجبنة المتزرلة بنطلعها من الفريزر وبتبقى بدرجة حرارة الغرفة علشان تموت حطيت برضو رشة كده خفيفة بسم الله هبدأ كده الاطراف دي اتنيها والفها رول بسم الله العجينة بسم الله ما شاء الله ماشي يا معايا ومفهشش ربع غلطة كمان خلوها تاخد وقتها في الخمر وكمان اعجنوها عجنة كويسة ربع ساعة متواصلة بسم الله بصوا حبيبي العجينة سميكة شوية لو رؤياء هتتقطع منكم وانتم بترولوها وكمان الحشوات هتقع فبصوا بسم الله ما شاء الله ما تقطعتش مني يعني كانت سميكة شوية بسم الله بفضل ألف فيها كده وباجي عند الاطراف وأضغط عليها كده يا حبيبي ألزقهم في بع بسم الله عشان ما تفكش مني في الفرن وبضغط عليها بأدية كده ما بيجرهاش اي حاجة وهبدأ أقطعها بسم الله في صاق زي ده كده أوصنية يكون قعها تخين وتكون يا ريت ألمونيا توزع الحرارة كويس وعلشان البيزا اللي قع بتاعة ما يتلساش بسم الله هبدأ أقطعها بقى بسكينة ممكن كمان بفتلة كده وتقطعها قطع كلها متساوية بصوا حبيبي بعد ما قطعتها بضغط عليها بأدية كده بالمها على بعض بسم الله حواريكو برضو طريقتين للدهان طريقة بصفار البيض واللبن الحليب وطريقة بالصلصة يعني عشان الناس اللي بيقلقوا من يقولوا ما بحبش ندهن بالبيض علشان بيبقى زفر والله يا جماعة بيبقى حلوة قوي أنا أقولكو طريقتين للدهان باسم اللي شايفين يا جماعة المنظر كانت تحفة كانت حلوة قوي ومحدش يقولي زي الجهزة طيب هو الأفضل أن انتو تدهنوا دهنة زيت وتحطوا البتزة لأ الأفضل أن احنا نحط ورق زبدة الصينية التانية عملتها بورقة زبدة طلعت معايا بسهولة جدا كنت بطلع البتزة بسهولة حدخلها في درجة حرارة 180 رفة أوسط قاعدت معايا بالضبط نص ساعة وخمس دقائق وكل فرن درجة حرارته بتختلف من فرن للتاني طب بص يا حبيبي أنا هوريكو الدهان بندهنها إزاي دي معلقة من الحليب لو عايزين تجوده والطعم يبقى أحلى كمان ممكن بدل معلقة الحليب معلقة قشطة وممكن تدينوها بقشطة بس وممكن صفار بيضة بس عليه مثلا سنة خل أو سنة فانيليا طب أنا حطت معلقة من اللبن وعليها صفار بيضة وهحط سنة من الفانيليا عايزين تحطوا سنة خل أي حاجة يعني بس بالفانيليا بتبقى حلو قوي بسم الله هقلبهم في بعض كده وابتأ أدهن بالفرشة طريقة سهلة جدا أنا يعني 3 كبايات وربع عملت الكيمياء اللي قدامكم دي بس بصراحة يا جماعة أوفر وأحلى من الجهزة بسم الله بدهنها بالطريقة دي دي أول طريقة بسم الله هوريكوا بقى الطريقة التانية طريقة برضو سهلة جدا أسهل من دي الناس اللي بيقلقوا بقى من البيض ما نحبش ندهن حاجة ببيض طب أنا ادهنوا بقى بي أنا بقي معاه معلقتين صلصة صلصة البيضة بدهن بي بتديها لون حلو قوي وبتديها طعم حلو لو انتو مش ليكوا رغبة ان انتو تدهنوا بصفار البيض بالطريقة دي تاني حبيبي دخلتها رف أوسط على درجة حرارة 180 الفرن مولعا قبلها وأنا بشتغل الفرن ساخن بسم الله طب فيه شوية حشوات تبقت مني هعمل معاكو البتزا اللي هي بتتعمل بالعيش البلدي أو أي نوع عيش أبيض أي نوع عيش بسم الله أنا دي صنية دهنتها طبعا الأول بالزيت وبعد كده حطيت رغيف عيش عليها ودهنته من الصلصة وبعد كده رشت جبنة بصة حبيبي الرغيف ده كان مشبع جدا للناس بقى اللي ما بيحبوش يعجنوا ولا يغلبوا نفسهم رشت برضو زاتون ورشت فلفل ألوان وبردو جبنة متزرلة رشة من كل حاجة رشة خفيفة كده وحجيب رغيف وأحطه فوق منها كده فوق الرغيف الأولين عشر دقايق وهنقلبوا على الوش التاني لو حابينوا بقى يعني يتنشفوا عن كده أو تحمروا عن كده برحتكم جدا بسم الله أنا ولا خليته ناشف ولا طري يعني كان حلوة قوي يا جماعة قلت لكم الرغيف ده كان مشبع جدا بسم الله تاني يا حبيبي الحشوة طبع رغبتكم وإمكانياتكم وحبيبي أنا كده خلصت معكم الفيديو يارب تكونوا مستفدتم منه ولو عجبكم الفيديو يا حبيبي دعموني بلايك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة